هي خلية أولية عندها القدرة أنها تجدد نفسها وعندها القدرة أنها تتنوع لكل أنسجة الجسم فممكن تتنوع تبقى خلية قلب وممكن تتنوع تبقى خلية بنكرياس ممكن تتنوع وتبقى خلية عصبية فدي قدرة الخلايا الجزعية هي قدرتها على أنها تجدد روحها وأنها تتنوع لأنواع عديدة من الخلايا طيب هي الخلايا الجزعية دي فين؟ فين؟ أجيبها منين؟ بالظبط كده الخلايا الجزعية بداية هي اللي خلقتنا كلنا كل البناء قدمين جوم إزاي؟ جوم من خلايا جزعية إزاي بويضة مع حيوان منوي أول تكاثرهم طلعوا مجموعة من الخلايا الجزعية اللي خلقت الجنين في بطن أمه فكلنا جايين من خلايا جزعية وعلشان عظمة الخالق سب لنا في جسمنا حبة خلايا جزعية مشية في جسمنا علشان لو تعورنا هنا لو تجرحنا هناك لو حصل حاجة هنا الخلايا دي تجري وتروح زي ما احنا قلنا أنها عندها القدرة وتعمل تجديد برافو كده عندها قدرة لأنها تعمل إيه؟ تتجدد وتتنوع للمكان اللي راحته وسبحان الخالق فالخلايا الجزعية هي زي ما حريك كده قلت القديم الجديد موجود من زمان كذا عالم خد كيزة نوبل نتيجة عمله في هذا الفيلد أول واحد خدها كانت 1990 يعني احنا بنتكلم من 30 سنة وتتابعاً 2007 ثلاث علماء أخدوا جائزة نوبل بردو نظراً لعملهم في هذا المجال وهو الخلايا الجزعية بس هي ممكن تخرج من أي إنسان مهما كان عمره أو مهما كان حالته ومراضية طبعاً كلنا موجود جوا جسمنا خلايا جزعية ولكن هي خلايا جزعية بتاعتنا موجودة طبعاً موجودة في جسم كل واحد فينا طبعاً نحصل عليها زي دكتور من يعني من عينا الدم كيف نحصل على الخلايا الجزعية سؤال رائع جداً الخلايا الجزعية ممكن نحصل عليها من النخيع العزمي بتاعنا نخش قضة العمليات والدكاترة تجمع النخيع بتاعنا وتفصل منه الخلايا الجزعية ودلوقتي فيه تحديث أنا بقول إنه روعة طب ده ما يقصرش على حالة الصحية خالص 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 بص حضرتك الطب قانونه عدم الأذى doing no harm ده قانون الطب لا نفعل أذى فلو إحنا بنقول بنجمع خلايا جزعية من النخيع العزمي اعرف على طول إن إحنا ليمكن نجمع حاجة عشان نقذي بني آدم فلا يعني هي سيف وبتتجمع من النخيع العزمي بتاع المتبرع طيب فيه طريقة تانية آه طبعا وأنا نايم كده بتجهز 3 ايام 4 بحبة أدوية وأنا نايم يعني متصل بجهاز اسمه جهاز فصل الخلايا وده موجود في مستشفياتنا وأشرف أنه موجود في وحدة أمراض الدم وزارة النخيع جامعة القاهرة وموجود في حتة كتيرة طبعا في جمهورية مصر العربية بقعد على هذا الجهاز بيعمل عملية فصل الخلايا الجزعية اسمها آثاريسز وده وأنا صاحي وقاعد ثالث منبع هو الحبل السوري اللي حضرتك قلته طيب الخلايا الجزعية لها ثلاث أماكن ممكن أجبها من البناء أدمين موسيقى